تقرير جديد للجنة الخبراء الأممية يكشف عن حقائق جديدة ويؤكد حقائق سبق وأن تم الكشف عنها وهو ما يجعل كل أنشطة حلفاء الانقلاب على مرأة ومسمع من العالم التقرير تطرق إلى محاور عدة وكشف عن ملابساتها وتفاصيلها الخفية حيث أكد في مبداه أن الانقلابيين يستخدمون بشكل ملحوظ أسلحة حاسمة في المعارك مثل القذائف الموجهة المضادة للدبابات إيرانية الصنع التي لم تكن موجودة في مخازن الجيش اليمني قبل الانقلاب علاوة على ما أظهرته الميليشيا من قدرات في الأسلحة البحرية من خلال شنها للعديد من الهجمات ومن بينها استهداف السفينة الإماراتية مرجحا أن تلك القذائف تصل سرا إلى الانقلابيين عن طريق إمداد بري عبر الحدود العمانية وهو ما نفته الخارجية العمانية فيما يخص اقتصاد الحرب ذكر التقرير أن تحالف الحوثي صالح أعتمد كثيرا على الاقتصاد الخفي لدعم جهودهم الحربية من خلال السيطرة على الأراضي والضرائب وإعادة توزيع الوقود والمعونات الإنسانية وفتح قنوات السوق السوداء للإتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص موضحا بأن الحوثيين أوجدوا قنوات جديدة للدخل من بينها التعريفات الجمركية من المهربين وتجار السوق السوداء وفرض ضرائب على المؤسسات التجارية ومرتبات الخدمة المدنية وتحويل ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين بالإضافة إلى فرض ضرائب على المشتقات النفطية وهو ما يدر مبلغ 359 مليار ريال خلال العام كما ذهب الحوثيون أيضا إلى استغلال تكنولوجيا الهواتف الخلوية باستخدام رسائل نصية لالتماس الأموال أما فيما يخص المخلوع صالح فقد أوضح التقرير أنه أوكل إدارة جزء كبير من أمواله إلى نجله الثاني خالد بالإضافة إلى رجل الأعمال المقرب منه شاهر عبد الحق بعد أن تم إدراجه ونجله الأكبر على قائمة العقوبة مؤكدا امتلاك اللجنة لأدلة حول عملية مشبوهة وغسيل أموال نفذها نجل المخلوع خالد وعن علاقة المخلوع بالحوثيين أوضح التقرير بأنها علاقة نفعية قائمة على المصالح ولا يمكن لها الاستمرار بعد انتهاء الحرم